السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ايمان شاوي من قناة ترقو لفعال الخير لتعليم الكمبيترا ان شاء الله في الفيديو ده عرفكم ازاي تعملوا سوفتوير او ترجعوا السوفت الاصلي لهاتف سامسوك او تلفون سامسوك ليه تعمل الخطوات دي او الا سباب لتخليك تعمل سوفتوير او ترجع سوفت الاصلي تلفون سامسوك لو عندك المشاكل اللي انا اعلم للك دي تقدر تعمل السوفتوير لو معندك شي مش ضروري انك تعمل لو تليفونك بيهنج منك او بيتقل معك وانت بتشغل عليك وتقيل معك في الشغل تقدر تعمله صف توير هيبقى سريع زي اكنك لسه جاي بوك دي لو التليفون بتاعك نسيت الباسورد او نسيت الرقم السري اللي فيه تقدر تعمل صف توير لالتليفون او ترجع الصفت الاصلي بتاعه دي المشكلتين اللي يخلوك تعمل صفت للتليفون بتاعك وترجعه للصفت الاصلي اكنك لسه جاي بوك دي طيب يلا نبدأ الفون بوزراء التالية الباور و زرار التجليز متشجد ما يشتغل بعد команд ejemplo انا ما بتدوس على التلاتة مع بعض زي ما احنا قلنا. زرار باور وزرار التعالية والزرار الضغط اللي تحت دوت. هيزررنا الشاشة دي. اوكي. الزرار الباوري اللي على الجنب. هنزل بالزراير اللي هو سامل فوق. اه والسامل تحت الزرار التعالية والتوطية. عشان تقدر تتنقل من البلست ديت. بنختار اهو. بنزل ونطلع. بنزل بنختيار الاختيار دوت اللي هو مكتوب على داتا. خليك فكره. اوكي. زرار الباوري اللي على الجنب. هو خامس اختيار. بعد كده بنزل بالزرار اللي هو السهم اللي هو التعالية والتوطية. بنزل منه الزرار دوت. هندوس على yes delete all data. بنقول له نعم احزف جميع البيانات اللي في الجهاز. وبدوس على زرار الباوري من على الجنب دوت. اللي هو يعتبر بديل اوكي. بيبدأ يفرمطلي الجهاز خالص. ونسح للي عليه. بعد كده بدوس على اول اختيار. اللي هو اه يعمل اه رستارت للجهاز. ويرجعولي اه زي ما كان. لكنه لسه جديد. اهو مكتوب سيستيم ناو. رجعلي نزام زي ما كان. لكنه جديد اهو اول اختيار سيستيم ناو. فبختاره بدوس على اوكي من على الكامل. اللي هو زرار الباور. كده انا بديله اوكي. وبطلع من الزرار اللي بيعلي ولي وطي. بيعلي وبيوطي. وبعد كده بدوس اوكي. الزرار الباوري اللي على الجنب. اخترت اول اختيار اهو هيفصل. وهيشتغل معي. هو بياخد شوية وقت بسيط. كده انت عرفت ازاي ترجعه ولسه فيه شوية اعدادات هنعملها دلوقتي. مش عايزك تغير الفيديو. عشان الاعداد اللي هنعملها دلوقتي. اهو بيشتغل وبياخد شوية وقت بس. ممكن ياخد ديتين معاك ولا حاجة. اول حاجة ببيزلك الشاشة دي هو تختيار لغة الجاس. احنا هنختار اللغة العربية. فهننزل تحت عشان نختار اللغة العربية بتاعت اللي خليها اللغة العربية هي اللغة الرسمية للتلفون مسلا. اللي احنا هنشغل عليه. الرئيسية للتلفون. بعد كده دوس على اكتياز. يقول لي تقب خط التلفون. فانا هدوس على الخط مش دلوقتي يعني. هنا الواي فاي. فانا هتخطى الخطوة دي. مش هدخل الواي فاي دلوقتي. بعد كده بدوس على تفهمة البنوط والشروط عليه. وبعد كده انت هنا بتختار بمزاجك يعني لو عايز هنا بيديك شوية معلومات عن الشركة لو انت حبيب تساعدها في اي حاجة. دوس نعم. هنا اتضبط التاريخ. همكن ازبطه في وقت تاني عادي. بعد كده بكتب الاسم. آآ التلفون مسلا. آآ بكتب اي حاجة مسلا. الاسم الاول. اه. بكتب مسلا حرفين والاسم التاني. ده ممكن تكتب اسمك عادي برضو. لو عايز تكتب اسمك تكتبه. آآ بعد كده خلاص اخش تحتالي. هنا بيقول لك يمكنك استخدام خيط بنت الموقع من جوجل ويمكنك مساعدة في تحسين خدمات الموقع من خلال التطبيق والخدمات بالبحث عن شبكة الواي فاي. وانا شوية حاجات كده يعني اتبر بتساعد جوجل مسلا. بتحسيني زو ما انت عايز تعملها صح او مش عايز خلاص انا لاجت الصح بتاعها وبعد كده هدوس على الخطوة التالية. الخطوة التانية عشان اهبدأ. انا بيقول لك اعمل حساب لسامسونج عشان تلفونك مسلا اه تسارع تدر ترجعه لو حاجة تدر تجيبها. فانا ادوس تخطع بيعمل حساب بعدين. بس انا اصحك انك تعمل حساب فيه. وباي كده ادوس على انهاء. كده التلفون رجع هتلاقي كل البرامج فيه اتناسحد وكل السور وكل حاجة فيه اتناسحد وباقى سريع والزاكرة بقيت اه كويسة. كونه الفيديو عجبكم. ما تنساش تضغط لايك على الفيديو وتشارك في القناة وتفعل جرس التنبيه. عشان تشوف فيديوهاتنا الجاية اول باول. لو عندك اي سبصار اجتباني تعليق. اسفل الفيديو او رسلنا على صفحتنا على الفيسبوك ترقل في الخيل لتعليم الكمبيوتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.